السياد الرئيس اليوم تحدث مباشرة وهو حديثا استكمالا لما بدأه سيادته الحديث يتحدث عن محورين همين تعالوا نكمل ما بدأناه من بناء وتعمير وتطوير في عمق القرى الأفريقية إيمان شديد بقدرات اقتصادية هائلة داخل القرى الأفريقية ماذا ينقصنا أيضا أشار السياد الرئيس إلى زيادة التنسيق لذا هذه النسخة تأتي تحت عنوان تقارب الأسواق الأفريقية هذا التقارب لن يأتي إلا بالتعارف الجاد بالمعلوماتية بالمعلومة الصادقة بكيف نتعرف على مدخلاتنا ومخرجاتنا في القرى الأفريقية نحن كجمعية رجال أعمال كان عندنا برنامج هذا برنامج مكسف وديته سبعة أيام عملنا فيه عملنا بتوجيهات القيادة السياسية المصرية ده برنامج المعرض وكان برنامج متخصص لنا مع المعرض لأنه فيه توجه دائما سيد رئيس دائما يقول اشتغل اعمل اتعرف عرف وروا الناس خدم هذا المنطلق وبدأنا نشتغل عليه احنا يمكن تقريبا في المعرض وداخل ثقاعات المعرض لدينا أكتر من 18-19 عرض من كبرى الشركات المصرية بالإضافة أننا عملنا لقاءات صنائية لست دول أفريقية كل دولة جاءة بأكتر من 55 إلى 60 من رجال الأعمال وسيدات الأعمال ورواد الأعمال مع نظائرهم في القرى الأفريقية ونظائرهم في مصر ده أجرى أنه في يوم متكامل ويوم كامل في يوم آخر دشنا مبادرة اسمها تصدير فعال عشان نعلم بعض الإخوة والزوار والأعضاء إزاي نقدر نعمل تصدير مستدام حتى إذا يحدث تصدير ومنقطع وليس مستدام لأنه محتاج شغل ومحتاج برامج يمكن كان فيه استحداث لمبادرة ربما يعني خرجنا شوية خارج الصندوق إن إحنا عندنا سيارة اليوم تمت معنا 150 إفريقي رحنا للمنطقة الصنائية في السويس وما ظهروا المعرض بقى لهم ثلاثة أيام المعرض فتح من يوم 9 إلى يوم 15 نهار ده كان الجاسر يفتح رسمي بعضهم ظهر المصنع المعرض بقى ثلاثة أيام رحنا النهار ده ثلاثة مصانع كبار جدا في المنطقة الصنائية في السويس في الحقيقة الأفارقة بينبهروا من المعلومة من المصنع هو عايز يشوف القدرة المصرية كمان اللي بيسمع عنها ويراها على الأرض الواقع إن شاء الله بكرة عندنا بدعوة من سيد الوزير المحافظة الغربية 150 أفريقي هكونوا متوجدين عشان هم سمعوا كتير وعايزين يشوفوا مصانع الغزل والنسيج يشوفوا منتجات الغزل والنسيج يشوفوا منتجات القطنية النسيجية في جوة نصر عربية ويعني نتمنى أنه كانوا الزوار سادة الزوار يزوروا كل المنشآت قد إيه نسبة تبدي يعني انبهارها باللي شافوه من طرق وكباري وعاصمة إدارية هو ده اللي بينعكس على الصفقات ده اللي بينعكس على توكيل التفاقات الجرية هم بيسألوا على إيه بيسألوا على منتجات الغزلية بيسألوا على مواد بونة بيسألوا على جلود بيسألوا على منتجات طبية وعطرية بيسألوا على كل حاجة موجودة من مصر إحنا زمان كنا بنروح ندور على مصانع في ألمانيا وإنجلتورا نتفرج عليها هم برضو عايزين نتفرجوا على مصانع داخل مصر نتفرجوا عليها النهاردة في 258 مصنع في المنطقة الصناعية واحدة شوفوا منهم تلات مصانع وبالتالي إحنا شايفين أن هذا المعرض ممكن دكتور دي الأدوات اللي بتمتلكها مصر بسخليني قبل منتقل السؤال الثاني خليني أعرف من حضرتك ونعرف ساي مشاهدين كم معلومة أولا نسبة التجارة البيانية بين دول أفريقية قد إيه وخليني أعرف برضو يعني بالنسبة لمصر بتقدر بعد إيه طيب خلينا أقولك أن حجم التجارة في قارة أفريقيا مع العالم كله تخطى 1.3 مليار دولار منهم 645 مليار دولار حجم واردات قارة أفريقيا من جميع نحاء العالم 490 مليار حجم الاستراد من أفريقيا لجميع نحاء العالم دول كلهم على بعضهم بسموه التبادل التجاري نيجي على مصر بينها وبين أفريقيا 8 مليار دولار 5.3 مليار دولار حجم صدراتنا للقارة الأفريقية حوالي 2.3 حجم وارداتنا من القارة الأفريقية هذه الأرقام لا تعكس حجم تواجد مصر الكامل أرقام بسيطة نحتاج إلى زيادة هذه الأرقام عشان نزود هذه الأرقام محتاجين نسخ معينة في مجتمع المال والأعمال تؤمن بالخروج وتؤمن بجذب الاستثمار لتنين مع بعض في آن الواحد جذب الاستثمار هي عوامل عوامل وتؤمن كمان بالتعامل مع منتجات القارة الأفريقية تؤمن كمان بالبدائل اللي مع القارة وبالتالي إحنا محتاجين نشتغل على هذا نخرج بمنتجاتنا نخرج بفرصنا اللي موجودة نسوأها مع القارة كويس نشتغل مع القارة كويس الدولة لا تلقوا جهداً معرض بتعمل ومؤتمر بتعمل الدور على واجتمع المال والأعمال يعمل هو بقى دراسة الجدوة بتاعته بشكل جيد يبدأ ينزل على الأرض بفريقه الجيد اللي معاه يبدأ يخش المعرض على فكرة عايز أقولي على حاجة مهمة جداً فيه فرق ما بين شعوب بتجيب فرص وتستغلها وفيه شعوب بتخلق الفرص من اللاشئ وده الجديد يعني مش هننتظر لما حد يدينا فرص لقم تلاتة لازم يكون عندنا تواجد بنكر تواجد بنكي موجود مصارفنا تطلع تخرج تشتغل في عمق القارة عشان تعرف تخدم بعد كده على البزنس نبقى فيه بزنس ما نعمل بنوك بعد كده محتاجين نشتغل بشكل جيد على أن تصل معلومتنا وأن احنا ننسك مع الأجهزة الموجودة سواء التمثيل التجاري أو جهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة احنا على فكرة في هذه النسخة كان فيه تنسيق عالي المستوى بيننا وبين جهاز التمثيل التجاري في مصر وبين جهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة واخدنا بعض الإخوة المؤهلين في جهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة اللي هم أعضاء معنا وده قعدنا برضو في أكثر من لقاء تقريبا لك اللقاءات الصنائية ولقاءات التفاوض التجاري بتحتاج إلى شكل ولا حد كبير جزء من المهارات التفاوض في المجتمع الدولي وده كان جزء كبير جدا من اللي اشتغلنا عليه في أكثر من محفل وأكثر من طريقة الحاجة المهمة جدا لازم نعرف الناس دي عندها ايه؟ ايه الخامات اللي ممكن ناخدها من هناك؟ نقطة مهمة جدا